السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه؟ اهلا بكم في فكرة جديد النهاردة هنعمل مع بعض كيك الحليب والكرامل بتريقة سهلة جدا وجميل قوي وزاي ما انتم شايفين كده شكلها حل وقوي لو عندك ضيوف بتعمليها بتاخدش وقت خالص وبمكوضات بسيطة جدا انا هنا معي 3 كبايات من الدقيق عليهم واحد باكو من البيكنج بودر وكباية لربع سكر وكباية لربع زيت وكباية حليب واربع بيضات ومعلاقة كبيرة من الخل ومعلاقة صغيرة من الفانيليا وهبقى اكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف اه انا هنا حطيت الاربع بيضات عليهم الفانيليا وهبدل انا اضربهم كويس جدا بالمضرب الكيك دي مش هلت اقول لكم طعمها بيبقى خاطر جدا طحفة قوي وتغيير عن الكيكات اللي احنا بنعملها بس انا هفضل اضرب فيه كويس كده خالص وهحط هنا الخل الخل دي يا بنات اساسي جدا في كل كيك ما بعرفش اعمل كيك الا بالخل وهحط هنا السكر كباية لربع سكر طبعا ان ما بيحبش يحط سكر كتير لو عايزة تحطي كباية حطي بس انا طبعا ما بيحبش سكر كتير فبحط كباية لربع ممكن اقل كمان وهفضل بقى اعمل بالمضرب لحد ما لون اللون كده بتاعه يبقى ابيض تبضلي كده حوالي خمس دقايق تعملي هو كده لونه بقى كويس هحط هنا الحليب وهحط الزيت طبعا احطت كباية حليب وحطت كباية لربع زيت وهضربهم كويس جدا برضو خلص كده انا خلصت هنا التلات كباية من الدقيق عليهم الباك ومن الباكينج بودر طبعا اي نوع انت بتحبيه هحطه على الخليط السايب من الكونات السايبة وحبدأ بقى اللي انا عامله كده بالمضرب ده يدوي هعمله كويس جدا لحد ما يبقى قوامه بنفس الشكل انت شايفينه ده وجبت هنا ايه صانية بايريكس وهات هنا كده بالزيت وحبدأ اللي انا حط الخليط واحطه بقى في الفرن على درجة مية وتمانين اه في الرف اللي في النص طبعا بشغل من تحت بس وطبعا بختبره بالخلة كده بقى كويس جدا خط حوالي اه نص ساعة انا هنا بقى اخرمه كله عشان حبدأ اللي انا اه اسقي انا هنا حطيت اه كوباية ونص من الحليب عليهم رشد فانيليا وحطيت اه علبة من الاشطة العلبة ده اختياري لو انش مش عايزة تحطيها ما تحطهاش عادي براحتك بس وحقلبهم كويس جدا وحطيت اه معلقة ونص من السكر لو مش عايزة تحط السكر برضه ما تحطيش بس وحطيت كده ساقية الكيك وحاسفها كده لحد ما تتشرب طبعا لما بتحطها في التلاجة بتتشرب بسرعة هنا هحط الصوص بتاع الكراميل وحابق اكتب لكم اه بحط لكم الرابط بتاع الفيديو يعني بتاع طريقتي في عمل الصوص صوص الكراميل في صندوق الوصف كده انا خلاص خلصت وهنا كنت عملت اه ربع كوباية من الكريم شانتيه او كيس من الكريم شانتيه على اه يعني اقل من ربع كوباية من السكر وحطيت عليهم برضه اه اقل من ربع كوباية من الحليب ودربتهم ودربتهم كويس بس ما خلتهمش القوامل اللي هو الجامل ده خلته سايب شوية وجبت الكيس بتاع التلاجة كيس الحليب وعفض دفال خليط وفتحته كده فتحة بسيطة كده من تحت وحابدأ لنا زي كده الكيك من فوق من نفس الشكل كده اللي انتوا شايفينه هلوة جدا ومش بتاخد وقت خالص معيكي وريال بيحبوها قوي انا بقى هعملها كلها كده بنفس الشكل ده وحاجيب الخلة اللي هي الاعدام بتاعت الشيش طوق دي وحابدأ لنا اعمله كده يعني كشكل زي زينة كده شكل حل بس كده انا خلصتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة